أنا بقى عايز أختيك لنقطة ويدي لك وتعايز أبدأ بيها بس الكابتن إعاب جلال واللي بيحصل أخدنا دي دلوقتي وإنت كنت من الأسماء الكبيرة جدا ترأت من قطاع الناشئين ومن الأسماء اللي نورت في شباب كرة في مصر دي دلوقتي إن بقاش عندنا قطاع ناشئين بيطلع أسماء ومواهب ونجوم ونسب نوع إيه اللي حصل إيه الشفت اللي حصل ده من آخر جيلكو تقريبا والله كويس أن أنت والله النقطة دي قبل ما يجي أنا كنت عايز أتكلم فيها أه والله نقطة مهمة جدا يعني النقطة دي فعلا هي أساس اللي إحنا فيه إنت ليه مش زي أوروبا تمام؟ ليه ما يبقاش في الاتحاد الكورة ليه مش تجيب واحد كده مش على فكرة مش لازم يكون أجنبي فيه مدرب اسم محمد عبدالعظيم طبعا عظيمة طبعا كل الناس عرفاه ده راجل يعني ده مسيك نيه وإحنا في ناشئين فكر وطريقة واحد في أوروبا بس واحد مصر ليه ما تستفدش بحاجة كده ليه ما يبقاش مثلا زي ما ألمانيا لو تفتكر خديك كاس عالم قعدوا قابليها بكم سنة بيختخطيطوا ليه ليه أنت ما تبقاش كده وإنت عندك يعني 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 الكابتن عظيمة عنده الخبرات وعنده الدراسات أنه يتأهله أنه يعمل حاجة زي دي فأنت عندك الأساس مش موجود إنت آخر زي ما أنت بتتكلم آخر جيل جاي اللي هو بتاعنا من بعد ما الكابتن بادر رجب سب يعني بتكلم عن نادي الأهلي من بعد الكابتن بادر رجب ما سب النادي الأهلي معلش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش شيء من وجهة نظري الراجل يعني كان معانا مدير فريق اللي هو الميستر كورفر فأخد منه كل حاجة فنقلها للعيبة الصغيرين لكن دلوقتي معلش أنت بتيجي تتفرج على لعيب لسه طالع ما بيعرفش باسي أنت متخيل يعني لعيب بيلعب فريق أول الكنترول والباس والحاجات دي ليه أساسيات مش موجودة يبقى انت تنتيجي انت بقى لما تبقى فرس ديم ولعب تلعب بانتخابات مطالب إيه وانت ما فيش أساس برافو عليك فهو الأساس أهم من كل دول تعرفك ابتن أحمد أنا في حاجة بتجنيني دايماً أنه اللعبين دلوقتي معظمهم يعني ألف به الاستلام والتسلم اللعبة تحت ضغط أنك تعرف تطلع بالكرة تحت الضغط الكلام ده تقريباً مش موجود عند كل اللعبين عشان ما عادش يقول لي أنت مسكت في لعب ولا تقريباً عند كل اللعبين حتى اللي يحملون عليهم نجوم وأسماء كبيرة إيه الأزمة؟ يعني أنت بالأول أنت لايب كورة أنا شايف صح ولا غلط؟ والله أنا أنا معرفش هتصدقني ولا لا والله أنا في تمرين وأنا بتحك على يعني بتحك لما يكون لعيب بيلعب فريق أول ومش عارف بيسترم ويباصي كارثة لما يكون لعيب عنده اتنين وعشرين سنة ولا خمسة وعشرين ستة وعشرين سنة الأساس مش موجود والله العظيم ده مش أنا ده النقطة ده كنت أتكلم فيها أنه هو ده الأساس والله فدي ده كارثة لازم زي ما بيقولك الأندية الكبيرة لازم يكون في ناس متخصصة في المواضيع ده تطلع تاخد دراسات برا تتعلم إزاي تتعامل مع الناشئ إزاي في سن معين لو تبدأ تطور فيه حاجات إنما أنت أنا معليش كله بياخد شهادة وبيروح يشتغل محدش بيروح يتعلم ده عالية لما ياخدوا الشهادة من غير ما ياخدوا الشهادة ما فيه طبعا فيه ناس كتير أنت عارف كابتان أحمد يعني أنت بقى راجل كنت واحد من أولاد النادي الاهدي مش معنى أنت بكرة لو قررت تعتزل فتروح بكرة تدرب فرقة في الناشئين لشي مفوضة درس واشتغلوا إحنا الناشئين عندنا بيبقى تكريم للمعتزلين ما هو ده عالية مشكلة إنت عارف لو هتروح تشتغل مع ده تروح تتعلم أنا معنديش مشكلة صح؟ باقي ناخدت كورس عملي بالظبط إنما أنا أبطل النهاردة تمام؟ وأروح أمسك من غير ما ما عرف إزاي هتعامل مع طفل صغير أو إزاي هادربه إزاي لكن أنا نفسي يعني بعد يعني لما الواحد ربني يكريمه يبطل أنا حاطب بالنفسي هاروح بره أتعلم هشوف إيه الجديد هاروح أعمله معلش أنا فيه ناس اتمرنت معاهم من عشر سنين كانوا مدربين بعد عشر سنين ما اتمرنت معاهم تاني والله العظيم هي هي نفس الفكر ونفس طريقة اللعب والله مش كلام ما بيتطوروش كنا بتتطور في العالم إنت دلوقتي مدرب ما بيتطورش اللعبة يتطور إزاي؟ هيتطور إبقى الله ينور عليك تتطور إزاي؟ عندنا في مصر إنا لو كنت هتجي تطلع من المدربين الموجودين دول والله هتطلع ثلاثة أرواح المدربين اللي هما درسين أو اللي هما عندهم فكر اللي هما بيتطبقوا حاجة اللي هما بيتعلموا لكن غير كده زي ما احنا بين الكلام هتلاقي كله اللي هو اخدش الشهادة بتاعته خلاص محدش بيتعلم وما فيش أي حاجة ما عندهم دي خلاص عشان كده تحس إنه المدربين بطاقة أنا كمان ما بقوش يتصدروا بره يعني زمان كان يجي لك بقى يقولك حسن شاحته هو طالبينه في الدولة اللي مش عارف إيه والدولة اللي مش عارف في دلوقتي المدربين ما بيتلاقوش لا وكان فيه يقولك مدرب طالع يعمل معايشة مش عارف فيهين المدرب يرح يعمل معايشة ما بقاش فيه الكلام ده فده هو اللي عامل فيناه كده لحد دلوقتي بس إنت عايز تبدأ صح؟ ابدأ زي ما أنت تتكلم من الناشئين اللي أول مدرسة الكورة دي 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 الأساس انت لما تجبر هتلاقي بعدين في اتحاد الكورة أنا أجيب مدرب تمام؟ طريقة لعب اللي هو عايز يلعب بيها الجيل اللي طالع لازم المدرب اللي يبقى ماسك يبقى نفس الفكر طريقة اللعب بتاع المنتخب الأول عشان لما لما اللعيب يجبر يبقى خلاص يبقى زي ما ألمانيا عملت نفس النظام كل المنتخبات يلعبوا بنفس السيستم بتاع الفريق الأول عشان لما اللعيب صغير يدخل يبقى خلاص نفس المتطبع بنفس السيستم ليه بقى ما يبقاش عندنا وأنا عرفنا السؤال ده عام ومطاط جدا وواسع بس ليه دايما ما عندناش محترفين في أوروبا هنكلم في واحد أو اتنين اللي هما للمستوى الكبير والبقى اللي هما القليلين برضو مش في فرقة كبيرة أو مش حتى بيلعبوا بشكل أساسي أنا معك أنا عيشت الفترة دي وطلعت فترة كده وانا في النادي الاهلي طلعت فترة معيشة في ألمانيا بس المشكلة في الان دي ان انت لما النادي بتاعك بيجي لك بتاعك لا 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 انا بيستفاد منه دلوقتي فعمش عايزه يطلع أو عايز مبلغ معين كبير بالزبط وانت بس لعب صغير مرحاتش يعرفك أصول بس هما حاسين انت بوتانشال الله ينام رأيه ممكن تيجي منك بشتفى رقم كبير بالزبط لكن اللي فاد انت صلاح ايه؟ انه طريق النادي صغير فمبلغ بالنسبة للمقولين مبلغ كبير ففد فهي خطوة خطوة ومع بقى تركيزه مع اسراره عنده هدف انه هي حققه لكن الانديه عندنا يعني بيفكر الانديه عندنا في مصر بتفكر في في الريق بتاعه ده من حقه على مصلحة اللعب لكن لو كل زي ما انت بتفكر في مصلحتك وتفكر برضو حتة لمصلحة اللعب انت جالك عروض وقت ما كنت طالع معنادي كنت طالع منور ومكسر فطبيعا جالك عروض اه رحت اوفنهايم اه اوفنهايم في ألمانيا كان وقتها كمان في الأجامدة جدا نزيلة المعيشة كان معايا فرمينيو بتاع ليفربول كان معايا بالزبط بابل اللي هو بتاع منتخب الاندة الابة بتاع رين مدريد كل دول كان يعني اتمرنت معاهم في الملعب فطبعا كان ليه في المختلف مساعد اوفنهايم طلب من الاهل يضمك بس برقم قليل برقم لا برقم الاهل طلب رقم كبير فدخل كمان كان دخل اكتر من وكيل تعرف في اوروبا ما بيحبوش اللعب وكلام ده بالزبط فالدنيا وقفت فقالك لا خلاص بلاهم هاخده عشان لسه هجربه ممكن مستفدش منه مش محتاج ادفع رقم كبير عشان مش هاخد لعب صف اول فالكسرة المحترفين دي ملاش حل يعني يعني هنفضل عايشين نفس والله يليها ما يليها حل الحل بتاعها بقى يعني هقولك ان العقلية بتاعت اللعيبة عندنا هنا في مصر كارثة يعني احنا في التارسانة مثلا او في ما قولينا او اي نادي في حاجات معينة كده يعني اساسيات اللعيبة بتستهتر بيها يعني انت تجري حول الملعب الطبيعي في اي حتة في قربة لما تشوف بيجروا اتلاعي بيجروا ورا بعد مش عارف ايه في نظام في الملعب مفيش هزار مفيش الهزار في وقت الجد في وقت هنا عندنا في مصر عارف اللعيبة عايز كل حاجة عايز تاكل الساعة 12 بالليل وواحدة بالليل عايز تخرج وتعمل مش عارف على حساب على حساب فانت عايز اكاس الانزل التدريبة التمرينة كل ده لعلاقة ان انت لما تحترف ازاي تعرف تتأقلم ان انت لازم لما دالة بكلمك فيه لازم تروح تتعلم المدرب يروح يتعلم برا عشان يعرف ازاي يتعامل مع اللعيبة يعني الحمد لله الواحد وصله والواحد اللعب لحد دلوقتي بيلعب ان انا بقولك انا اللي هو الكابتن عظيمة وهو معانا في النشئين ادي انا اساسيات ان انت تخاف على اكل عيشك صحتك هي اكل عيشك ما تقعدش تخرج وتلف بالعربية هيأثر على عضلاتك ما تاكلش كتير حاجات كتير خلت عقلية الواحد مختلف على حد ما يعني الواحد اللي ما بيجي التعامل بقولك مع لعيبة مثلا لعيبة لسه طالعة صغيرة او لعيبة بتاع الواحد بتبص انت لك بنفسك بتتمرن اكتر من اللعيب اللي هو الصغير فالعقلية لازم تتغير من الاساس من تحت خالص عشان تقدر ان انت تحترف لازم كل حاجة تبدأ من صفر من تحت ترجمة نانسي قنقر